مرحبا جميعا هذا هو الفيديو الرابع من محاضرة الشولدر جوينت وفي هذه المحاضرة سنتعرف فقط على المسلز التي تقوم بتحريك الشولدر جوينت نتابع اشتركوا في القناة في الفيديو التوضيحي لهذه النقطة ستستطيع تصفح هذه المواضيع دون الحاجة الى ان تحضر الفيديو بالكامل الان تبقى لدي فقرتين هي المسلز موفينغ دي غلينوهيومرال جوينت وايضا البرسي نبدأ اولا بالمسلز موفينغ دي غلينوهيومرال جوينت او شولدر جوينت مثلا ما نلاحظ هذه عبارة عن جدول في المسلز وايضا الحركات التي تسببوا هذه المسلز لدينا هنا مثلا ما نلاحظ الموفمنت وهنا هنا السينرجس وهنا النوت ستكون ملاحظات على هذه الحركة مثلا ما نلاحظ أغلب البروكسيمال ستعمل على هذا الانوهيومرال جوينت والآن لنبدأ بالفلكشن مثلا ما نلاحظ الفلكشن هذه الحركة هي عبارة عن فلكشن هذه الحركة هي عبارة عن فلكشن فحينما أقول فلكشن للارب هذه الحركة هي فلكشن للارب وأيضا استطيع أن أقول فلكشن للغلينوهيومرال جوينت هي نفسها البرايم موفر هنا البرايم موفر أي العضلات التي ستقوم بهذه الحركة العضلات الأساسية التي تقوم بهذه الحركة هي البكتورالوس مياجر الكلفكولار هات لي البكتورالوس مياجر هذا هو القفكولار هاتلبيختورالوس مياجر وأيضا الدلتويد مصل سيكون مثلا ما نلاحظ مثلا ما نلاحظ هذا هو عبارة عن وهنا هذا هذا هو عبارة hjälps وأيضا بعض من الكروميال هنا هذا هو الأكروميال part of the deltoid muscle فبعض من المسل فايبرز من الأكروميال part of deltoid muscle أيضا ستساهم في عمل الفلكشن أما السينرجست السينرجست فتعني العضلات المعززة السينرجست يعني معزز أي العضلات التي ستساعد البرائم موفر في القيام بوظيفتها بعمل الفلكشن لهذا الغلينوهيوميرال جوينت فلدي الكوراكو أبركيالس مصل هذه الكوراكو أبركيالس مصل مثل ما نلاحظ هنا موجودة هنا ستكون ميديالي بهذه الحالة مثل ما نلاحظ هذه هي العضلة تتصل في منتصف الهيوميروس وتصل إلى الكوراكو أبركيالس مصل وأيضا ستتم مساعدتها بالبايسبس البايسبس أيضا هنا تساهم في عمل الفلكشن للغلينوهيوميرال جوينت فهناك ملخص العضلات الأساسية هي الكلافيكولر هد لبكتراز ميجر والأنتيرير بارت أو الكلافيكولر بارت من الدلتويد وتساعدها أيضا بعض الشيء فايبرز من الأكروميال بارت من الدلتويد مصل والعضلات التي تقوم بالمساعدة والمساهمة أيضا تساعد البرايموفر هي عبارة عن الكوراكو بركيالس والبايسبس بركيالي الآن هذه الملاحظة سنأخذ ملاحظة عن كل حركة ففي هذه الملاحظة كما نلاحظ مثل ما نلاحظ هذه الآن أنا أقوم بعمل فمن الفل أكستنشن إلى الكورونال بلين هذه الوضعية الطبيعية الآن الغلينو أو الأرم الأرم بالأناتوميكال بزيشن تكون بالكورونال بلين فمن الفل أكستنشن إلى الوضعية الطبيعية ماذا سيحصل ما هي العضلة الأساسية التي تقوم بهذه الحركة وهي الأستيرنو كوستل أو الأستيرنو كوستل هاد أوف بكتراليس ميجر الأستيرنو كوستل هاد أوف بكتراليس ميجر وهو هذا الجزء هو الأستيرنو كوستل هاد أوف بكتراليس ميجر الآن ننتقل إلى الأكستنشن مثل ما نلاحظ هذه الحركة هي الأكستنشن هذه هي الأكستنشن فمن يقوم بالأكستنشن بشكل أساسي هو الدلتويد مصل وتحديداً هذا هو الدلتويد مصل هذا هو الدلتويد مصل مثل ما نلاحظ هذا هو الدلتويد مصل أما السينرجز وهي العضلات المساعدة فستكون تيرز مينجر واللاتسماس دورسي وأيضاً ستساهم الترايسبس بركياء في القيام بهذه الحركة أيضاً أما الملاحظة ماذا ستقول لدينا الملاحظة لا تسمس دورسي كل هذه العضلة هي العضلات الأساسية التي ستقوم بتحريك الأيض من الفلكشن بوزشن هذا هو الفلكست بوزشن فالفلكست المساعدة العضلات التي تقوم بعمل هذه الحركة العضلات التي تقوم بهذه الحركة وصولاً إلى الوضع الطبيعي من الفلكست بوزشن إلى الوضع الطبيعي هي الاتسميس دورسي السترنوكوستال هيد أو بكتوراليس بيجر و ترايسب سبركاي لان ننتقل الى الابداكشن مثل ما نلاحظ الابداكشن وقد تحدثنا عن الابداكشن بشكل كبير ولكن هذا هو الابداكشن هذا هو الابداكشن فالبرايم موضر في الابداكشن هو الدلتويد هو الدلتويد مصل كل الدلتويد مصل تقوم بعمل الابداكشن ولكن بشكل أساسي سيكون الاكروميل بارت وهو هذي المدل فايبر هذا هو الاكروميل بارت هو الجزء الأساسي من الدلتويد الذي سيقوم بعمل الابداكشن ولكن في الحقيقة كل الدلتويد تساعم في عمل الابداكشن للارم كسينرجيس للابداكشن ستكون سبرا سباينيتس سبرا سباينيتس مصل مثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن السوبرسباي نيتس مصل والمساهمة التي تساهم بها السوبرسباي نيتس مصل هي أنني لا أستطيع أن أبدأ بالحركة أو الدولتويد لا تستطيع أن تقوم بالحركة بالكامل فمن صفر إلى خمسة أشر درجة تقوم بها تقريبا من صفر إلى هذه الحركة تقريبا هذه الحركة تبدأها أو تقوم بها السوبرسباي نيتس لو لا وجود السوبرسبينيتس أنا لا أستطيع أن أبدأ الحركة بالكامل بالدلتويت فسأضطر إلى أن أميل بهذه الصيغة ومن ثم أقوم بالحركة فالأشخاص الذين سيكون لديهم مشكلة في هذه العضلة التي هي السوبرسبينيتس سيقومون حينما يأتون إلى العيادة مثلا ويكون لديهم مثلا كت أوف انرفيشن للسوبرسبينيتس مصل فهم لن يستطيعون وهم واقفون في مثل حالتي أنا هنا ويرفعون يديهم دون أن يميلون فماذا سيعملون سيقومون بالميل بهذه الطريقة ومن ثم يرفعون أيديهم بهذه الطريقة فهم يقومون بالاحتيال عليك يجب عليك أن تحضر أما ماذا تقول الملاحظة التكلمت عن هذا الشيء للسوبرسبينيتس ماذا تقول ما هي وظيفتها ولكن الأبورد روتيشن أيضا تكلمت عنها مثل ما نلاحظ هنا السيراتس انتيريار وترابيزيس هي من ستساهم لعمل الأبورد روتيشن مثل ما نلاحظ هذا في الأحمر هو الأبورد روتيشن للإسكابيولة هنا هذه الحركة تحصل على الإسكابيولة مثل ما قلت أن لدي أنا في الأبداكشن للأرم لدي ثلاث خطوات خطوة أنا أقوم فقط بعمل هذا الأبداكشن البسيط خطوة أريد أن أرفع أكثر وهو يحصل بسبب الأبورد روتيشن للإسكابيولة خطوة أقوم بعمل لاترال روتيشن ومن ثم أرفع ذرائي لكي أصل إلى فل أبداكشن هذه الخطوات الثلاثة شرحتها خلال هذه المحاضرة قبل قليل فهنا الأبورد روتيشن العضلات المسؤولة عن الأبورد روتيشن هذا ما لم أقوله لحد الآن في هذه المحاضرة ولكن شرحته في محاضرة مفصلة عن الموذمينتس أوف بإسكابيولة فهنا السراتس أنتيريور والترابيزيوس هما العضلتين اللتان ستقومان بحركة الأبورد روتيشن للإسكابيولة أما الداونورد روتيشن فالاتسمس دورسي هي من ستقوم بالداونورد روتيشن هذا في اللون الأخضر هو الداونورد روتيشن التي ستقوم بها الاتسمس دورسي أما الأبورد روتيشن فستقوم بها السراتس أنتيريور والترابيزيوس ونحن ما يهمنا من هذه المحاضرة أو في هذه المحاضرة هو من يقوم بعمل الأبورد روتيشن هنا الداونورد روتيشن ليس لنا عمل بها في هذه المحاضرة فالأبورد روتيشن من يقوم بها هي السراتس أنتيريور والترابيزيوس الآن ننتقل إلى الأدكشن الأدكشن هو أكس الأبدكشن فالآن أنا أرفع ذراعي مثلا أنا أعمل الآن فل أبدكشن للغلينوهيومور الجوينت أو للأرم فحينما أقوم بهذه الحركة أنا عملت أدكشن هذه الحركة هي أدكشن فمن المسؤول أن عمل الأدكشن الـ Prime Mover ستكون البكتوراليس ميجر بشكل عام كل البكتوراليس ميجر ستكون Prime Mover وأيضاً اللاتسماس دورسي كلا هاتين الأضلتين البكتوراليس ميجر واللاتسماس دورسي هما الـ Prime Mover للأدكشن للغلينوهيومور الجوينت تعرفنا على البكتوراليس ميجر هذه هي عبارة عن اللاتسماس دورسي مثل ما نلاحظ فهي تتصل في الهيومرس وهي من ستقوم بجذب الهيومرس وإنزاله إلى الأسفل وهي تعتبر Prime Mover أو Prime Adductor وهذه أيضاً البكتوراليس ميجر وأيضاً هي Prime Adductor الآن السينيرجس ستكون تيرز ميجر وهذه التيرز ميجر والترايسب سبركيائي أيضاً كلاهما هذا هو عبارة عن عبارة عن التيرز ميجر وهذه التيرز ميجر وهذه اللونغ هد أوف ترايسب سبركيائي أما النوت الملاحظة تقول أن Upright Position الذي هو الوضع المنتصب And In Absence of Resistance Absence of Resistance يعني لا يوجد هناك مقاومة Gravity is Prime Mover ماذا يعني ذلك؟ يعني أنني حينما أمسك الذي يذهب إلى الصلاة الرياضية الجم حينما تمسك ثقل لا ليس ثقل وإنما في الكبلات لأن الثقل يتجه إلى الأسفل بسبب لGravity ولكن حينما أستخدم هذه الكبلات وأنا أمسك ثقل معين أو عن طريق الكبل وأجذبه إلى الأسفل فالPrime Mover هنا والذي يقوم بعمل المومنت هو هذه السينرجس والPrime Mover لهذه الحركة التي هي ولكن في حالة عدم موجود Resistance عدم موجود ثقل أنا أقوم بجذبه إلى الأسفل فهنا هي المين موفر المين التي تقوم بالمين أكشن فهي فحينما يأتي بالامتحان مثلا ما هو الPrime Mover في حالة أنني كنت في حالة Upright Position هذا هو لنفترض أنني الآن Upright Position أنا أجالس على كرسي ولكن أهمل الكرسي وتخيل أنني وقف لأن الشكل الجسبي من العلا في هذه الكاميرا نفسه في حال وقفت أو جلست فتجاوزوا هذه النقطة هنا Upright Position وأكون أنا مثل ما تلاحظون أنا أقوم بعمل Abduction هنا هذا أنا أقوم بالAbduction فالPrime Mover الذي سيقوم بجذب الذراع إلى الأسفل بعدم وجود Resistance هنا لا يوجد Resistance فالPrime Mover هو ماذا؟ هو الجاذبية وقصدي في Resistance حينما يكون لدي أنا أمسك أمسك ثقل أو عن طريق الكبل فأقوم بجذبه إلى الأسفل باستخدام عضلاتي أي باستخدام قوة أريد قوة جذبها إلى الأسفل فهذه الحالة في حالة وجود Resistance أحتاج إلى لاتي سمس دورسي والبكتوريس ما يجربه في حالة عدم وجود Resistance وبالUpright Position فالغرافتي هي المين أو البرايم موفر الآن سننتقل إلى الحركة التي هي هذه الحركة الآن أنا أقوم بالMedial Rotation ثم تلاحظون هذه الذراعي وهذه بهذه الحالة أنا الآن أقوم بMedial Rotation هذه الفضائية الطبيعية وهذه الميدال روتائشن وفي الحقيقة هي القيام بهذه الحركة هي عبارة عن الميدال واللاترال الهيوميرس أي أن الهيومير الهد سيدور في مكانه بهذه الطريقة فهنا البرائم موفر لهذه الحركة هي السبسكابيولارس مصل المين ميديا الروتيتر هو السبسكابيولارس مصل ولكن هناك ملاحظة لهذه النقطة يجب علينا أن نركز فيها مهمة جدا السينرجس هنا العضلات المساعدة هي عبارة عن البكترالس ميجر والدلتويد البكترالس ميجر ستساهم في عمل الميديا الروتيشن والدلتويد مصل أيضا الكلافيكولار حد هذا هو الكلافيكولار حد للدلتويد للدلتويد مصل وهذا هو عبارة عن البكترالس ميجر بالكامل ستساهم البكترالس ميجر بالكامل ستساهم بعمل الميديا الروتيشن كل هذه الأضلات ستقوم بالمساعدة بعمل هذه هي هذه هي الآن هذه العضلة هي عبارة البكتوراليس ميجر قصتنا مع البكتوراليس ميجر في النوت أنا قمت الآن بعمل ماذا يعني ذلك السينرجس هنا من هي السينرجس السينرجس هي عبارة عن التيرز ميجر وعبارة عن الاتسمس دورسي وعبارة أيضا عن الكلافيكولر هاد للدلتويد وأيضا البكتوراليس ميجر هذه هي السينرجس في حالة إذا قمت أنا بعمل هذه هنا أيضا تعتبر هذه الحركة أيضا ولكن هذه الحركة هي عبارة أيضا عن ميديا روتيشن ولكن حينما أقوم برفع يدي وأقوم بعمل ميديا روتيشن فالعضلات الأساسية التي ستقوم بهذا الشيء هي البكتوراليس ميجر التي سمس دورسي تيرز ميجر وهنا في هذه الحالة أي أن السبس كابيولارس مصل لن تكون هي المين موفر حينما أقوم بعمل ميديا روتيشن للإليفيتد آرم هذه إليفيتد آرم هذه إليفيتد آرم عبارة عن الـ الآن ننتقل إلى العام مثل ما نلاحظ ستكون عبارة عن هذه العبارة هذه العبارة حينما أقوم بهذه الطريقة This is lateral rotation هذا العبارة عن الوضع الطبيعي فهذا هو Lateral Rotation ثم نلاحظ هذه الحركة Lateral Rotation فالPrimal Lateral Rotation هي Infraspinatus مثل ما نلاحظ هذه هي Infraspinatus هذه هنا Infraspinatus أما Synergist فتكون عبارة عن Deltoid التي هي عبارة عن Spinal Part of Deltoid والTairs Major أيضا ستكون هي عبارة عن Synergist ما تقوله الملاحظة هنا تلك أيضا كانت تلك أيضا كانت تلك أيضا كانت تلك أيضا كانت With Arm Elevated هذه الأرم الآن Elevated Synergist become more important than Prime Movers Synergist هنا في عمل Lateral Rotation هي عبارة عن Spinal Head أو Spinal Part of Deltoid و أيضا التيرز فمن يقوم بهذه الحركة من يقوم بهذه الحركة هي عبارة عن الدلتويد والتيرز ميجر الدلتويد والتيرز ميجر أيضا ستساهم الأنفرس بيونيتوس في هذه الحركة ولكن حينما تكون الArm Elevated من يقوم بالحركة الأساسية هي الدلتويد والتيرز ميجر هذه الملاحظات مهمة جدا لأنها من سيأتي بالامتحان لن تأتي بالامتحان من هو Prime Mover ومن هو Synergist بالعادة الملاحظة هي من سيأتي الآن ننتقل إلى الروتيتر كف ما هي وظيفة الروتيتر كف في هذا الجوينت تنسرز أي أنها ستقوم بعمل تنشن ستقوم بشد بشد هذا الجوينت كابسول أو الارتكولر كابسول لكي تحافظ على وجود الهيومر الهد أو لكي تمسك الهيومر الهد باتجاه الهيومر 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 ال الآن البرائم موفر أي البرائم تنسر البرائم تنسر تنسر العضلتين الأساسيتين اللتان يقومان بعمل تنشن على الجويند كيبسول وبالنهاية امساك هذا الهيوميرال هد باتجاه الغلينويد كافيتي وهذه أيضا صورة أخرى مثلما نلاحظ هذه عبارة عن الانفراسبيناتس وهذه مثلما نلاحظ هذه عبارة عن السبسكابيولارس هذه كلها عبارة عن السبسكابيولارس مثلما نلاحظ أنها أضالة قوية السبسكابيولارس أضالة قوية فالمين موفر ستكون السبسكابيولارس والإنفرا سباينيتس أما بما يخص السينورجيست فستكون ما تبقى من الروتيتر كف التي هي عبارة عن السبرا سباينيتس وأيضا التيرز ماينر ولكي نستذكر الموضوع الإنفرا سباينيتس والسبس كابيولاريس هي عضلات قوية وعضلات كبيرة فمن البلده أن تكون هي المين أو البرايم موفر أما ما تبقى فهي سينورجيست أما الملاحظة هنا مثل ما نلاحظ ماذا يعني ذلك؟ يعني أنها في حالة الرست هنا حينما تكلمنا على البرايم موفر هنا في حالة الحركة حينما يتحرك الجوينت فمن يقوم بعمل تنشن ومن يقوم بإمساك الغلينويد أو الهيومر الهد باتجاه الغلينويد كافيتي هذه في حالة الحركة حينما يتحرك الجوينت ولكن حينما يكون الجوينت ثابت فمن يقوم بالإمساك به أيضا هي الروتيتر كف ولكن المسلتون هنا من يتحكم ماذا يعني المسلتون؟ المسلتون يعني أن العضلة متقلصة بشكل جزئي جزئي تقريبا 10% من العضلات جميعها تكون متقلصة على الدوام العضلة لا تتوقف عن التقلص تكون دائما 10% من كل العضلات في الجسم متقلصة فهنا المسلتون هو من يمسك بهذا الهيومر الهد باتجاه الغلينويد كافيتي في حالة الرستينج أي في حالة أنني لا أقوم بتحريك هذا الغلينوهيومر الهيومر الجوينت الآن الفقرة الأخيرة من المسلز acting on the glenohumeral joint ستقوم أو الحركة أو الوظيفة الأخرى هي عبارة عن resisting downward dislocation هنا من سيقوم بها هي الشانت مسلز ما هي الشانت مسلز وما هي ال resisting أو ما هي downward dislocation أساسا سنتعرف عليها قبل أن نتعرف على هذه المسلز ولكن يجب علينا أن نعلم أن downward dislocation يكون لدي حركة أو يكون لدي أمران يمنعان downward dislocation النوع الأول أو الأمر الأول وهو actively هي عبارة عن عضلات هذه الشانت مسلز تتقلص عن طريق التون التي يكون فيها muscle tone أو يكون مثلا عضلات تتقلص بشكل فعلي بحيث أنها تمنع أن يحصل downward dislocation مثل ما نلاحظ هذا هو ال downward dislocation للهيومرز فهنا actively أي وجود عضلات تقوم بالتقلص أي لدي muscle movement لدي عضلات تتقلص لدي صرف للطاقة هنا actively يعني صرف طاقة مثل ما قلت أنا أشرت لي موضوع actively وpassively فمثلا أنا أريد أن أسعد الماء من الطابق الأرضي إلى الطابق الأعلى أستخدم مضخة من مضخة ماء مضخة معينة أقوم بصرف طاقة كهربائية وأقوم بصرف طاقة كهربائية لنقل فقط فبهذه الحالة سأقوم بتصعيد الماء من الطابق الأرضي إلى الطابق الأعلى هذا actively هنا أنا أقوم بتصعيد الماء actively ولكن حينما أريد أن أستخدم الماء فالماء يكون في الطابق الأعلى ويكون مخزون بخزان معين فأنا مجرد أقوم بتسسيل حركة الماء من الأعلى إلى الأسفل عن طريق فتح صنبور الماء حينما أقوم بفتح صنبور الماء سيتحرك الماء بشكل possibly أي بدون صرف طاقة بدون صرف طاقة بدون أن يكون هناك مضخة تحرك الماء من الأعلى إلى الأسفل ستكون هنا الجاذبية من ستقوم بالعمل فهذا هو actively والpassively فهنا في حالتنا هنا من سيقوم بعمل resisting للdownward dislocation هي الشنط muscles وهي active resistance هنا active resistance أما من سيقوم بعمل passive resistance هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن هذه الليجامنز التي هي كراكوهيومرال لجامنت والسوبرير غلينوهيومرال لجامنت هي من سيقوم بمقاومة الdownward dislocation عمل resisting للdownward dislocation وهنا لن أقوم بصرف طاقة وفي النهاية ستكون possibly الآن الprime mover فيما يخص الresisting downward dislocation فستكون الدلتويد هي كprime mover هذه هي الدلتويد الدلتويد بالكامل ستكون عبارة عن prime mover أما بما يخص السينرجس فمثل ما نلاحظ سيكون لديها الlong head of triceps brachii هذه هي long head of triceps brachii هي أحد السينرجس للمصص التي تقوم بعمل resisting للdownward dislocation بطريقة actively مصص يعني actively هنا مثل ما نلاحظ هذه أيضا الكورور كبركيالس أيضا ستقوم بعمل resisting للdownward dislocation وبالنهاية تعتبر أحد الشنت muscles أما الأضلة الأخيرة فهي عبارة عن short head هذه هي عبارة عن short head of biceps brachii أيضا ستقوم بعمل resisting للdownward dislocation أما بما يخص النوت used especially when carrying heavy objects أي تظهر وظيفة العضلات أي نقوم بعمل نقوم بعمل resisting للdownward dislocation بطريقة actively أكثر حينما نقوم بحمل ثقل معين حينما أحمل أنا ثقل مثلا 25 كيلو غرام فهنا أنا أحتاج إلى هذه المسلز أحتاج إلى shunt muscles فهنا يظهر العمل الأكثر لهذه الشنت muscles ولكن في حالة أنا لا أقوم بحمل ثقل فهنا العمل الأساسي سيكون لـ ligaments بطريقة possibly وإلى هنا انتهى لدي هذا الفيديو في هذا الفيديو تعرفنا بشكل تفصيلي على المسلز التي تقوم بتحريك shoulder joint وإن شاء الله في الفيديو القادم وهو الجزء الأخير من محاضرة shoulder joint سنتعرف على البرسي of shoulder joint